بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وأيامكم سعيدة بولادتي ابنة الإمام موسى الكاظم عليه السلام وأخت الإمام الرضا سلام الله عليه وعمة الإمام الجواد سلام الله عليه السيدة الصديقة النقية الطاهرة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام لا تكسر قلب الإمام الكاظم عليه السلام وقلب الإمام الرضا سلام الله عليه وقلب المعصومين جميعا سلام الله عليهم ولا تشارك بإعطاء ولو شيء بسيط جدا من الحلويات لأهل بيتك كي يعرفوا أن اليوم هو يوم ولادة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام أو أنك توزع شيئا بسيطا على الجيران لمناسبة ولادة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام كما قال الإمام الصادق عليه السلام شيعتنا يفرحون لفرحنا أي بمعنى إذا كنت من الموالين والشيعة لأهل البيت عليهم السلام ففي هذا اليوم عليك أن تشارك بفرحة أهل البيت عليهم السلام بولادة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها وأهل البيت عليهم السلام إذا شاركتهم أنت بهذه الفرحة سيشاركونك في كل ما يمر بك من فرحة أو حزن لماذا؟ لي قاعدة قرآنية وهي ما جزاء الأحسان إلا الأحسان ما جزاء المشاركة بفرحة أهل البيت عليهم السلام إلا أن يشاركوك أيضا بفرحتك أو بشدتك لا سمح الله رجال رجال لا تفوت الفرصة فالفرص تمر مر السحاب وترك لك يدا وتركي لك يدا عند السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام تردها لك وتردها لك في يوم حاجتك وفي يوم حاجتك لذلك شارك بأي شيء ولو أنك تصلي على محمد وآل محمد مئة مرة وتهدي ثوابها للسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام أو أنك تقرأ شيئا من القرآن أو أنك تقرأ زيارة عشرة وتهدي ثوابها لها أو أنك تقرأ زيارتها وتهدي لها ثواب تسبيح السيدة فاطمة أو أنك تطبخ شيئا من الطعام أو أنك توزع الحلوة أي شيء في بالك شارك ولو منشورا في صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي أحيوا أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا لا تفوت الفرصة أدخل السرور على قلوب أهل البيت عليهم السلام والله سبحانه وتعالى سيدخل السرور على قلبك بقضاء حاجتك مهما كانت إكراما للسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام